السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي دينينا الخوت لباس عليكم كانت من يا ربي دائما تكونوا في أشام الصحة والعفية. إذا كانت هذه أول زرارة في القناة فأنا أحمد جبرو كنقدم محتوى تقني وكان قرطة جي معكم آآ الماكسيموم دي التجارب ديالي ولمانا آآ تسافدوا منها وشرف كبير أنك تنضم العائلة يا أحمد جبرو ما نبقى نوال ونصله لعشر علاف مشترك. هذا الضبا آآ قم بالشراك فضلا وليس أمرا ويلا نبدأ في الفيديو. فيديو اليوم سيكون مخشال في شوية هو فيديو على الانترنت. سنضعه على آآ ماسر. ماسر آآ الشقيقة. ماسر اللي آآ مؤخرا الأشهر اللي فاشو عنده محد مشكلة عويس. هو الانترنت. قبل ما نضعه على الانترنت في ماسر مقارنة بالمغرب. آآ بغيت نوضح واحد المعلومات اللي هي مهمة. كان واحد أخ سويني في آآ في تعالق. قال لي يا أخي يا أحمد شنو الفرق ما بين الميجا والجيجا. سؤال صراحة جوني بزاف. بالنسبة للجواب على هذا السؤال فالجواب رأس سهل. بالنسبة للمغاربة وبالنسبة للمصريين. بالنسبة لانجيجا مثلا ولا ولا الجيجا نسميها الجيجا ونسميها الميجا. كان لدينا الجيجا وكان لدينا الميجا. هذو فقط آآ وحدات قياسية مش كنقص بهم آآ سرعة الانترنت. مثلا ميجا. ميجا فردا عندنا مئة ميجا. مئة ميجا هي مئة ميجا. ولكن إلا كانت عندنا ألف ميجا. كتعني واحد جيجا. فهمتوا هذا بكيف يعني. يعني كل ألف آآ ميجا كتساوي واحد جيجا. كذلك هذو جيجا هي الفين ميجا. وانت غادي. هي واحدة قياسية. بالنسبة للمتداول واللي كي صراحة كي تحط في صحف وكذلك فيديوهات على الانترنت في مصر. بعض الشركات يعني كتزعم على أنها كتشري الوحدات وكتشري الاجيجا من شركات امريكية ما شالان وكتبعها في مصر. طبعا هاتش كدوب. كدوب في كدوب. لانا أصلا الانترنت ره مجاني. الانترنت ره فري. رهها كابليات دايزين وسط البحر. او لكل دولة كيفاش عندها البنية التحتية. الانترنت ره غير كابليات دايزين مع بعضياتهم. فكيفاش انت كتبع عليه لي جيجا. لي جيجا ولا ان جيجا. هو الانترنت هو الانترنت ره فري. طبعا الشركات كتبغي تربح الشركات كتبغي تربح حيث كتخسر على البنية التحتية كتخسر على ولكن هاتش مخصوش يكون واحد السبب اننا ننصب على الناس واننا نعتبرهم اغبيا. بالنسبة لوقع في ماسر مؤخرا هو انهم مبقاوش كي بيعوا لهم الانترنت غير محدود. يعني كما تقولوا حنايا. المشكيل هو كيزعموا. معنا معرفة صراحة ان معايش في ماسر باش نحكم. ولكن كيقولوا باللي الشركات نجابهت المسألة ديال. مثلا كل اسرة. فيها مثلا اه عشرة افراد مثلا او لكل جيران مثلا كيشدوا انترنت واحد كيفرقوه مع بعدياتهم. وبالتالي شركة الاتصال كتخسرها. صراحة شيء عندنا في المغرب كنعينوه كتلقاء مشانا لزا بارتهم ومشانا مدخلين في برا اوبتيك ومشاركين فيه وعادي بيس في المشكل. شركة الاتصال رابحة حيث اه كيال الشراك مدام كين الشراك دونك كين ربح. بالنسبة لماسر الله ماسر حيدليم شي حاجات ميتها غير محدود. يعني ولا الاشتراك محدود. يعني الاشتراك ولا مشانا عندك ميشين جيغا ميشين جيغا. والغريب هو انه في هاد الزمن ولا في هاد الوقت اللي كنعيشه دابا. ما خصش كون اصلا شي حاجات ميتها ان جيغا دو جيغا. تبعي عالية. ليش ما خصش كون عزيز مشاهد. حيث احنا كنا ندرو على الفور كي. كنا ندرو على الويتكا اي جاية. كنا ندرو على اه بزاف ديل الابلود دولود تيك توك. ريزوليسيون ديل ديل التلفزيون اللي ولد دابا كتت تخدم بوحد الهاي كواليتي. دونك الصورة عندها علاقة بالانترنت. مشانا عندك. لان صورة انترنت زوينة وعندك اشتراك واعر. را قد تفرج في الفور كي بدون يعني اه مشاكي. فكيفاش انتها غتش بيع الانترنت محدود. صراحة بالنسبة للمغريب ارما عندنا احنا هاد الشي. مغريب عندنا اه اه كونيكسيون صراحة ناقصة. مقارنشة من مصر. مصر كتش تفوق علينا دستور عادية لها. ولكن اه بالنسبة لغير محدود. في المغريب عندنا انترنت غير محدود. منهم الادسل دلتي سارة مغريب. اللي كتبدا صراحة بتناشترا ميجا. وخي ما كتوصرش تناشترا ميجا كتوصلك عشترا ميجا. وكذلك زيد على اي نوي وخال مشاكل اللي فيها. راح فيها اي لميتي. كذلك اه اورانج. بلا ما نهضروا على الفيبر اوبتيك لانا الفيبر اوبتيك حلام اخر. خصوصا دلتي سارة مغريب. وارانج. اه كما تقوله ولا زمنوه وانته. كان هتروع على الفيبر اوبتيك. الفيبر اوبتيك عنده بنية قوية عند سارة مغرب. ولله الحمد كتر من السانة دا ما وعندي الفيبر اوبتيك دل ميش ميجا. معدي تشي مشكي نهائيا زيرو ريكلاماسيون. كما الاخوة كي عارفوني. اما بالنسبة لصراحة الميستر. حزن والله تحزين على هاد القضية دي الانترنت غير محدود. خصوصا نحن في هاد الوقت اللي محتاجين في الاي بي تيفي محتاجين اللي تفرجوا في الافلام. اللي محتاجين لعب وليجو محتاجين. دونك الانترنت عزيز المشاهد كتلعب دور كبير. ممكن ان صراحة المشكلة في مسار يتحل. خصوصا دوك شركات التصالات. مخصوم شي بقاوي يكذبوا للناس. احنا كان نستور دولي جيجا وكان بيعو ليجيجا. اصلا دي الهدران ما كانت. كان حزيز مجا انترنت. خصوصا كل شيء يستفد من الانترنت. يبقى حق. حق مشروع. ولو انه خصو. انه خلاص. خصوص قدي الواجيب. ما كنظنش الميسرين عندهم مشكلة في تأدية الواجيب. واغلب التعليق اللي شفت. الناس كاملة كتخلص انترنت. ناس كاملة ما عنداش اه مشكل في انها تخلص. ولكن قضية ديال اه غير محدود. صراحة شي حاجة خايبة بزاف. ما انت منها حتى شي واحد. هاد فيديو صراحة حاوت نبارتجه معكم باش نعرفوا الانترنت اللي في ميسر والانترنت اللي في مغرب. ميسر كتبقى دولة شقيقة. اه عندي اصدقاء بزاف صراحة تعرفت عنهم عبر اليوتيوب. فمن هاد المينبارة نسلم عليكم وكنقول لكم احبابنا وراكم اصحابنا. وكذلك ما ننسوش الهاشتاغ ديال ميسر ديال الانترنت غير محدود. كنتش منا من صميم القلب. ان هاد الموشكين ما بقاش عند الاخوة المصريين. وكذلك احنا كنت ساندوكم في هاد المحنة. ان شاء الله يأتي يوم الفرج. فإلى عجبك الفيديو متنساش دباتش هبطت ابونا معنا فلاشين وتفعل خاصية الجرس. اما الان اضرب لكم موعدا في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاة الله وحفظه. وحبكم في الله دائما وابدا. والسلام.